اشتركوا في القناة قلت وقتها لما كنا دينا مثال ان مثلا حكمت المحكمة على المتهم بتلات سنين سجن الى الان هو كلام مكتوب احنا بنقول تنفيذ لما باخد المتهم وحطه في السجن لمدة مثلا تلات سنين يبقى هنا انا حولت الكلام والفكر والتصور بتاعنا الى واقع ملموس علفت برضو ان التنفيذ تعريفه ده كان تعريفه في اللغة اما تعريفه في القانون كان بينقصم الى نوعين من التنفيذ تنفيذ اختياري وتنفيذ جابري تلك تنفيذ اختياري لما انت كنت بتنفذ الحكم الصادر ضدك طوعية واختيار يعني مجرد ما المحكمة بتحكم عليك انت بتنفذ وتسمع كلام تلقائي ولكن التنفيذ الجابري انت رفضت تنفذ الحكم طوعية واختيار فنجبرك على التنفيذ عرفنا ان التنفيذ الجابري كان في نوعين في تنفيذ مباشر وفي تنفيذ غير مباشر تنفيذ مباشر لما يكون الشيء معاك وتسلم الحاجة اللي المحكمة بتقول عليها يعني مثلا كان موضوع ده ومجموعة بضاعة معينة انت سلمت بالفعل البضاعة اللي احنا قلنا عليها يبا ده تنفيذ مباشر اذا لازم ان يكون الشيء موجود اما التنفيذ الغير مباشر انت بتقول ان الحاجة اللي المحكمة حكمت عليك ان انت تسلمها مش موجودة معاك بيعتها او اتصرفت فيها او الحاجة وقتش موجودة فقولت انا هدفع مقابل هنا انت منفذتش الشيء اللي المحكمة قالت عليه بالزبط انت دفعت تعويض او مقابل يبا هينا اسمه تنفيذ غير مباشر طب اتكلمنا في التنفيذ وعرفنا مين المسؤول عن التنفيذ اللي هي كانت ادارة اسمها ادارة التنفيذ اللي كانت موجودة بمقار المحكمة الابتدائية وبيرقصها اللي هو قاضي من محكمة الاستقناف كلمنا عنهم في الحلقة السابقة كويس جدا وفينتهلكم بهدوء النهاردة هنعرف بقى اطراف التنفيذ من هما اطراف التنفيذ طبيعي طالما فيه تنفيذ فيه دعوة فيه قضية بيني وبين شخصي با فيه طرفين طرف يسمى طالب التنفيذ اللي هو ليه الحق اللي هو الدائن اللي هو الطرف الايجابي وطرف اللي هو عليه الحق اللي هو المنفس ضده اللي هو الطرف السلبي يبقى كده اطراف التنفيذ طرفين طبيعي اي دعوة بيكون فيها شخصين انت عارفينها المفروض من صف الثاني والصف الاول لما قلت لك اي دعوة بيكون فيها الطرفين طرف المدعي وطرف المدعي عليه هنا في المرافعات انا بقول عليهم بقى عشان دوء التنفيذ او بكلمك في موضوع التنفيذ يبقى انا هقول الطرف الإيجابي والطرف السلبي او طالب تنفيذ والمنفذ ضده انا ليه حق عندك فانا هرفع عليك دعوة يبقى انا اسمي طالب التنفيذ انت اللي هيتنفذ عليك عشان انت اللي عليك فلوس يبقى انت اسمك المنفذ ضده برضو ممكن نقولها بمصطلح اخر طالب التنفيذ والطرف الإيجابي ليه قلت عليه طرف إيجابي لان هو اللي بيسعى وبيجري وبيقوم بأفعال عشان يوصل لحقه فعنده حركة فبيقوم بفعل حاجة خالص منتظر نشوفه يعمله مع ايه يبقى كده طرفين طالب التنفيذ والمنفذ ايه ضده اللي هو الطرف الايجابي والطرف الايه السلبي طبعا كل طرف من الاطراف فيه شروط واجب توفرها فيه هنعرف طبعا في الحلقة بتاعتنا ايه شروط الواجب توفرها في الطرف الايجابي والطرف السلبي طيب لو اي شخص غير الاتنين اللي هو الطرف الايجابي والطرف السلبي مش موجود يعني اي شخص غيره ممال الاتنين مين هيبقى اسمه ايه الشخص التالت دوت اسمه الغير وهناعرفها برضو في الحلقة بتاعتنا هنعرف مين هو الغير هو اي شخص عادة الطرف الايجابي والطرف الايه السلبي يعني انا عندي طرفين طرف ايجابي وطرف سلبي اللي هو طالب التنفيذ والمنافذ ضده دول اطراف الدعوة اي حد غيرهم اي باسمه ايه الغير طب بنبص كده على الشاشة طرف الحق في التنفيذ طرفين طرف الايجابي في التنفيذ اللي هو طالب التنفيذ الطرف السلبي في التنفيذ اللي هو الشخص المنفذ ايه ضده يبقى كده طرفين طيب هنبدأ اولا بالطرف الايجابي مين هو الطرف الايجابي هو كل من يجري التنفيذ بصالحه على مال معين سواء طلب هو التنفيذ او اوجب القانون ادخاله في اجراءاته انا الطرف الايجابي هو الطرف اللي بيجري التنفيذ بصالحه هو اللي بيرفع الدعوة عشان خاطر يدور على حقه يبقى ده اسمه الطرف الايجابي او طالب التنفيذ طيب اهمية تحديد الطرف الايجابي في التنفيذ أيه الفكرة ليه لازم أنا حدد الطرف الإيجابي ليه لازم أنا عدد مين هو الطرف الإيجابي طبيعي مش أي حد يرفع الدعوة صح فبيقول لي واحد إن هذا الطرف تكون له واحد وصلته مباشرة الإيئة الإجراءات ما هو اللي يلحق أكيد طبعاً الطرف السلبي مش هيرفع لنفسه الدعوة يعني أو مش هحرك على نفس دعوة يقول أنه عليه فلوس لأ مين لا يرفع الدعوة الترف الإيجابي يبقى هو الوحيد اللي يقدر يقوم بالإجراءات بتاعة رافع إيه؟ الدعوة. لازم أن أحدد مين هو الطرف الإيجابي. اتنين أنه لا يستفيد من إجراءات التنفيذ ولا يضر منها إلا ما كان طرفا فيها. تعال دلوقتي الدعوة بني وبينك. مين لا يستفيد أو اندر؟ يا أنا هستفيدي هنضر وإنت برضي هستفيدي هتنضر. يبقى واحد فينا لا يستفيد أو اندر. تبين في حد من برا يستفيد أو اندر؟ لا. ليه؟ لأن الي بره دوله اسمه من الغير. لأن الدعوة بيني وبينك. يبقى نهي طرف ايجابي وانتوا طرف سلبي يبقى نهي مثلا لو انا اللي يسبرت卡ضية يبقى هنضردت يبقى نهي شخص اخر لا اصابوا ضرر ولا استفاد يبقى دوت لا يس له علاقة بالدعوة فبالتاني يطلق عليه شخص ايه الغيئر. يبقى ده اهمية تحديد طرف الايجابي في التنفيذ. قلت لك ان الطرف الايجابي ليه شروط? والطرف السلبي هو كمان ليه شروط واجب توفرها في كل واحد منهم. اولا الطرف الايجابي. ايه الشروط اللي واجب توفرها في الطرف الايجابي? عندي تلت شروط واجب توفرها في الطرف الايجابي. الشخص اللي هو طالب التنفيذ في تلت شروط لازم ان يكونوا موجودين فيه. واحد اللي هو الصفة. اتنين اللي هو المصلحة. تلاتة الاهلية. كده كم حاجة? تلاتة. لازم ان تضحفزهم كويس جدا. صفة ومصلحة واهلية. نقوله مبعلكة نشرحهم من عشيشة. اولا الصفة لازما عشان تحرك الدعوة تكون لك صفة في الدعوة. صفتك ايه عشان تحرك الدعوة? ليه حق? صفة ايه? ان انا الطرف الايجابي. انا طالب التنفيذ. انا ليه حق عند الشخص دوت. فبرفع الدعوة. اتنين المصلحة. ما ينفعش ترفع دعوة على شخص الا ازا كان لك ايه? مصلحة. يعني انا احرك الدعوة ليه? بدون مصلحة. يعني انت مضردنيش وما خدش مني حاجة. ينفق حرك ددك دعوة? انا بابا لازم عشان يحرك الدعوة يكون ليه ايه? مصلحة. التالتة الاهلية. الاهلية وهناعرف بقى نفرق ما بين اهلية الوجوب واهلية الاداء. لان فيه الطرف الايجابي هنتكلم عن اهلية الوجوب والاداء والطرف السلب برضه هنتكلم عن اهلية الوجوب والايه والاداء. الاهلية دي لو الشخص بيكون اهلية عنده المجدرة ان هو يقدر يرفع ايه? الدعوة. طب تعالنا نتكلم عن اول حاجة الشرط الاولاني اللي هو شرط الصفة. واحد كده شرط الصفة. يجب ان يكون من الطرف الايجابي ذات الصفة في اجراءات التنفيذ. بقى ان يكون هو صاحب الحق في التنفيذ. يبقى ينفع حد غيري. انا ليه حق عندك? ينفع حد غيري يرفع الدعوة? اكيد لا طبعا. لازم يكون اللي يحرك دعوة ليه صفة في الدعوة. انا بحرك الدعوة لان انا ليه صفة في الدعوة لان دائنة الممتازة. طبعا الصفة دي موجودة لاي دائن سواء كان دائن عادي او دائن ايه ممتاز ايا ما يكون كده كده الصفة بيكون موجود فيه طالما هو الدائن وهو اللي ليه ايه? الحق. طب اللي بعدها الاهلية. ركز بقى في الاهلية دي كويس جدا عشان فيها نقط مهمة. الاهلية يجب ان يكون الطرف الايجابي اهلا لاجراء التنفيذ ويكفي ان يكون متمتعا باهلية الادارة. لليه مني? تكون يعني يكفي يكون عندك اهلية الادارة لأهلية الوجوب. وقلنا ان اهلية الوجوب دي موجودة عند الشخص بمجرد الميلاد. مجرد ما بتتولد انت ليك حق في اكتساب الحقوق. يبقى دي اهلاء اهلية اسمها اهلية الوجوب. يبقى لبالك طرف الايجابي الاهلية اللي موجودة في اسمها اهلية الوجوب. اهلية الوجوب او اهلية الادارة. ممكن يتقالع لها اللفزة او اللفزة اهلية الوجوب او اهلية الادارة يبقى من حقه ان هو يكتسب الحقوق ده الطرف الايجابي خليباك عشان الطرف السلبي بعد كده هقولك لازم تكون عنده اهلية اسمها اهلية الاداء فقط لا غيره يعني يشترط يكون عنده اهلية الاداء هنا في الطرف السلبي ايه الطرف الايجابي مش شرط يكون عنده الاداء اهم حاجة يكون عنده اهلية الوجوب اهلية الوجوب قوله حقه من اكتسب الحقوق فبالتالي طالما ليك حق حتى لو سنك صغير من حقك ترفع الايه الدعوة يعني انت طالما ليك حق حتى لو انت كده هتكتسب حق يعني انت لو رفعت الدعوة هتستفيد منها مثلا يعني انت بطالب بحقك فانت هتستفيد وش هتنضر فبالتالي من حقك ترفع الايه الدعوة طيب يباين اقوله يجب ان يكون الطرف الايجابي عنده اهلية طبعا اهلا لمشارة الاجراءات او اهلا لاجراء التنفيذ وبالتالي يكفي ان هو يكون متمتع باهلية الايه الادارة فبالنسبة لاهلية الوجوب اي صلاحية الشخص لإكتساب الحق في التنفيذ فانها تثبت لجميع الايه الاشخاص خلي بالك اهلية الوجوب دي موجودة عند الناس كلها اي حد بمجرد الميلاد عنده اهليا اسمها اهلية الايه الوجوب بمجرد بابيت ويد لانه حقه في اكتساب الحق كلمة اهلية الوجوب يعني حق ان انا اكتسب الايه الحق طيب التالتة المصلحة شانتحرك دعوة لازم يكون لك مصلحة فإذا لم يكن لطالب التنفيذ مصلحة في التنفيذ فلا يقبل طلبه هو أنا لو مليش حق في التنفيذ هيتقبل طلبي لا يبقى لازم أن يكون ليا مصلحة عشان يحرك الدعوة أنت عشان ترفع علي دعوة لازم أن يكون لك مصلحة من رفع الدعوة يبقى كده طول ثلاث شروط واجب توفرها في الطرف الإيجابي اللي هو طالب التنفيذ كده قلت الصفة صفته إيه عشان يحرك الدعوة اتنين الأهلية لازم أن يكون عنده الأهلية وقلت لك عندك أهلية أسماء أهلية الوجوب دي أهلية بيكتسبها الأفراد بمجرد الميلاد وعندك التالتة اللي هو المصلحةólت لك عشان تحرك الدعوة لازم يكون لك مصلحة على فكرة وهو عموما في أي تحريك دعوة ومشارت في موضوع المرافعات أو في طالب التنفيذ والمنفذ ضده أو أطرف التنفيذ عموما أنت في أي دعوة عشان تحرك الدعوة لازم أن الشرطين دول دول شروط عامة أصلاً اللي هو الصفة والمصلحة دي شروط عامة في تحريك أي دعوة عشان تحرك الدعوة دي لازم أن يكون ليك صفة وليك مصلحة برضو الحاجات دي هنعرفها في نهاية مدد المرافعات لما نيجي نتكلم عن إشكال التنفيذ في إشكال التنفيذ أنا هتكلم عن شروط اللي هو العامة والشروط الخاصة في الشروط العامة هتلاقي بقولك صفة ومصلحة الشروط الخاصة اللي هو رجحان وجود الحق والاستعجال لو لوحظت ان انا قتلك في شروط عامة معناتها ان عشان تحرك اي دعوة او اي اشكال او عشان تحرك الدعوة بتاعته لازم ايه تكون لك صفة ومصطحة اذا دي شروط عامة موجودة في اي دعوة طيب بعد كده الطرف السلبي كده اتكلمت على الطرف الاجابة وفهمته كويس جدا تعال بقى نفهم مين هو الطرف السلبي في الدعوة الطرف السلبي الشخص اللي هو يترفع عليه الدعوة الطرف السلبي اللي هو المنفس ضده الطرف السلبي اللي هو المدين اللي عليه فلوس يبقى الطرف السلبي الشخص اللي عليه فلوس فبالتالي بنرفع دعوة ضده ونحجز على املاكه عشان نباعف مزاد علني عشان شخص الدين يسترد ايه حقه اذا الطرف السلبي هو من يلزمه القانون بالاداء السابت بالسند التنفيذي ويطلق عليه او على هذا الطرف لفظ المنفذ ضده او المحجوز عليه او المدين يبقى هو يعتبر اسمه المنفذ ضده او المحجوز عليه او المدين خلي بالك برضو الطرف الايجابي انا ممكن اقول عليه كلمة حاجز والطرف السلبي اقول عليه محجوز عليه وممكن اقول على الطرف الايجابي فوالب التنفيذ واما الطرف السلبي اقول عليه المنفذ ضده الطرف الايجابي ممكن اقول عليه اللي هو الطرف الايجابي والتالي بقول عليه الطرف الايه السلبي يعني انا برضو ليه عندك فروس فانا لحرك ده يبقى اسمي حاجز وانت اسمك المحجوز عليه اذا المحجوز عليه او المنفذ ضده ده اللي هو الطرف الايه السلبي في الدعوة طيب فيه لقى شروط واجب توفرها في الطرف السلبي لما نعرف الشروط هتلاقي ان هم شرطين بس شرط الصفة لازم ان يكون لي صفة في الدعوة وشرط الاهلية ايه ده؟ طيب مناطق الشرط التالت اللي كان موجود في الطرف الايجابي ليه ما ذكرتهوش اللي هو المصلحة بالعقل هل الطرف السلبي اللي احنا هنرفع ضده الدعوة ليه مصلحة من تحريك الدعوة؟ اكيد لا طبعا ده هو هيتاخد منه فبالتالي هو هيقصر فايه المصلحة من تحريك الدعوة ضده؟ تمام؟ فما لوش مصلحة اذا الطرف السلبي ما فيش شرط من الشروط اسم المصلحة في الطرف السلبي اما الطرف الايجابي طبعا عشان تحرك الدعوة اكيد لازم ان يكون لك ايه مصلحة تمام؟ هلا بقى نعرف الشروط كم شرط قلتلك؟ شرطين شرط الصفة وشرط الايه؟ الاهلية دون الشروط اللي واجب توفرها في الطرف السلبي اولا الصفة يشترط ان يكون زي صفة في اتخاذ الاجراءات ضده سواء كان مدينة اصليا او تابعا كالكفير وهنا اعرفهم بالتفصيل يبشرت ان يكون ليه صفة في اتخاذ الاجراءات ضده ليه صفة؟ من هرفع الدعوة ضد مين؟ لازم ان الشخص اللي يكون ضريني هو اللي هرفع ضده الدعوة طيب صفة الطرف السلبي تأثبت لمن يكون خلفا للمدين سواء خلف عام كالوارس او خلف خاص كالموسي له بالدين اللي انا بحول له الدين بحول له الفلوس بتاعتي بخليها معاه ده اسمه خلف خاص في خلف العام اللي هو بتاع الوارس اللي هو الشخص المورس مات فالورسة هم اللي هيسبحوا اطراف الدعوة اللي نسموهم خلف ايه عام ايه ده؟ يعني الخلف العام والخلف الخاص اطراف الدعوة اه يعتبر اطراف الدعوة ويعني يعتبر من ضمن الاطراف بتوع ايه الدعوة طيب هنعرفها برضو بالتفصيل ونتكلم عن الخلف العام والخلف ايه الخاص خلف العام اللي هو الوارس اللي بيورس من المورس بعد ما يموت طبعا الشخص المؤرس الطرف السل اللي هو الخلف الخاص اللي هو الموسي له بالدين زي مثلا انا كما معي مبلغ من الاموال بتوعي وحولتهم لشخص قلت له خلي الفلوس دي معاك تمام اذا الفلوس اللي عند الشخص ده لي مش بتاعته تمام دي بتاعتي انا بس انا محول هالو يخليها معا مثلا مدة معينة هل دول اطراف الدعوة اكيد طبعا بيكونوا اطراف الايه بالدعوة طيب الشرط التاني بعد شرط الصفة شرط الاهلية هنا بقى الطرف السلبي ايه الاهلية لواجب توفرها فيه لما اتكلمت عن الطرف الايجابي قلت لك الاهلية اللي موجودة فيك اهلية الوجوب صح كده اهلية الوجوب يعني لازم عشان يحرك الدعوة يكون عنده اهلية الوجوب واهلية الوجوب قلت لك دي موجودة عند كل الاشخاص بمجرد اصلا الميلاد امتى مجرد ما بتتولد بيباليك حقوق كتير جدا حق في التربية حق مثلا في التعليم الحق مثلا لو كان ليك شخص مثلا ابوه توفى اثناء ما هو لسه يعني قبل ما تولد بحاجة بسيطة وابوه توفى بيبقى ليه حق في اكتساب اللي هو المراز بتاعه من ابوه دي حقوق جاي عن طريق اهلية اسمها اهلية الايه الوجوب طب تعالى بقى الاهلية هنا في الطرف السلبي ايه الاهلية لواجب توفرها يجوز التنفيذ ده اي شخص قانوني وهذا هو الاصل ده طبيعي ولكن يستسنى من هذا الاصل الدولة الاجنبية والدولة الوطنية خلي بالك انا ممكن انفز اي شخص قانوني معادة الدولة الاجنبية والدولة الوطنية الدولة عليها فلوس او دولة اجنبية عليها فلوس ينفع حرك الدعوة ضدهم لا يعني ينفع ارفع دعوة واحجز على دولة اكيد برضو لا دولة اجنبية عليها فلوس ارفع دعوة بالحجز على الدولة الاجنبية برضو ما ينفعش. دي واحد. لا استثناء يخلي بالك. اتنين يجب ان تواجه جراد تنفيذ الى من هو اهل لذلك والاهلية اللازمة هي اهلية الوجوب واهلية الاداء. خلي بالك في الطرف الايجابي كانت اهلية الايه? الوجوب فقط. اما هنا الطرف السلبي لازم يكون عنده اهلتين. اهلية الوجوب واهلية الايه? الاداء. اهلية الاداء ده اللي هو متم السن القانوني اللي القانون قال عليه السن 21 سنة. هو غير مصاب اي عارض من عارض الاهلية. اهلية الوجوب قلت لك دي اهلية موجودة عند اي شخص بمجرد الميلاد. انما اهلية الاداء ده انت تميت السن القانوني اللي القانون قال عليه. وغير مصاب اي عارض من عارض الاهلية زي الجنون والعته والسفه والغفلة. حلو. طب واحد يقول لي طب افرد مثلا واحد مجنون خد مني حاجة. هل انا كده حق يروح? لا. بس مش ليه? حاليا لو احنا طبقنا الكلام اللي احنا بيقوله يبقى مثلا مجنون وخد مني حاجة انا مش هارف ارفع عليه دعوة. لان المجنون ما عندوش اهلية ايه? اهلية الاداء. هو فاهم حاجة? لا. تبا انا اخد حق ازاي? هل كده حق يروح? لا. هو الحق بتاعك مراحش. امال ايه اللي هيحصل? انت هترفع دعوة على الشخص المسؤول عنه. ما المجنون ده بيكون فيه شخص واصع عليه. صح? اولي مثلا عليه. زي اللي الوليه عن نفس الوليه عن المال. اه في واحد واليه عليه واحد مسؤول عنه. يبقى انا هرفع الدعوة على الشخص المسؤول ايه? عنه اللي هو مسؤول عن امواره او مسؤول عن شخص المجنون. انما طبعا مش هينفع ترفع الدعوة ضد الشخص المجنون لانه مش مدرك لشيء ولا فاهم اي شيء. كذلك لو طفل صغير غير متم السن القانوني. اه الطفل الصغير الاقل مسلا من سبع سنين. هو دوت مسلا لو غير مميز. عنده عنده اهلية وجوب. ولكن ما عندوش اهلية اداء. تب خد مني حاجة مرضاش يرجعها. ينفع ارفع ليه دعوة? هو مش مدرك لحاجة ولا فاهم حاجة. ما عندوش اهلية الاداء. فبالتالي مش هينفع ان انا حرك ضده ايه? اداء. ولكن احرك الدعوة على الشخص المسؤول ايه عنه. يبقى كده لما احنا اتكلمنا على الطرف الايجابي والطرف السلبي. تلك في الطرف الايجابي الاهلية الموجودة اهلية الوجوب فقط. لا يشترت وجود اهلية اداء. اما الطرف السلبي لازم ان الاهلية يتم مع بعض. الوجوب والاداء. كده كده انت اصل لو عندك اداء كده كده عندك وجوب. لان انا قلت الوجوب دي كله بيكتسبه بمجرد الايه? الميلاد. يبقى ده الفرق ما بين الاهلية دي والاهلية دي في طرف الايجابي والطرف السلبي. الطرف الايجابي برضو لما اتكلمنا عن الشروط بتاعته قلت كام شرط تلاتة? صفة والمصلحة والاهلية. اما الطرف السلبي قلت الصفة والاهلية. طبعا ما ذكرتش مين المصلحة? لان طبعا الطرف السلبي هينضرر مش هيستفيد. فبالتالي مليوش مصلحة من رفع الايه? الدعوة. طيب. قلت لك ان يعتبر برضو من اطراف الدعوة الخلف العام والخلف الايه الخاص? الخلف العام دوت زي اللي هو الشخص الوارث. تمام? تعال بقى نعرف التنفيذ في موجات الخلف العام. طب تبقى اللي قاعدت لها تلك الا بعد سدادة ديون فان اموال المورس لا تنتقل الا بعد وفق ايه? ديونه. شخص مات دايما بتسمعها لما حد يموت مسأل لك يا جماعة قبل ما هنتفنه اه لو عليه ديون لحد حد يبلغنا. يجيب لنا ما يثبت ان هو ليه ديون وانسددها له. صح? هما مش بيسدده من الجيوب بتاعتهم. هما بيسدده من التركة بتاعتهم. هو او لما مات كان سايب تركة. تركة يعني سايب مراس. سايب اموال. عشان في بعض الطلبة مش عارف يعني تركة او مثلا مراس. المراس دوت او التركة اللي هي الاموال اللي بيبقى سايبها. سايب فلوس. سايب اراضي. سايب شقاء. تمام? وعلي ديون. فاحنا هنعمل ايه في الحالة دي? المفروض قبل يعني بنعرف هو ايه الديون اللي عليه. وانسددها قبل ما نوزع التركة على الورسة. تمام? طيب. فهنا بيقول لك القعدة اللي عامة بتاعتنا لا تركة الا بعد سداد ايه? الديون. طيب. ان السند التنفيذي صادر في مواجهات المورس. ينفذ دي في مواجهات الايه? التركة. حلو. انا لو كان معي سنة تنفيذي في مواجهات الشخص المورس. اللي هو مات. ومعي سنة تنفيذي ان انا هنفذ على امواله. عشاناخد فلوسي. هو مات. كده خلاص الموضوع انتهى? لا طبعا. هواجه بالسنة التنفيذ دوت الورسة. يبقى اصبح الورسة هنا اطراف ولا مش اطراف? اصبحوا برضه اطراف الايه? في الدعوة. بيالي بعدها. التنفيذ في مواجهات الخلف الخاص. زي الشخص الموسي له مثلا بمبلغ من الاموال. يمكن توجيء جراءات التنفيذ في مواجهات الخلف الخاص للمدينة. اذا حدست حوالة للدين. حولت ديون. فانه يجوز للدائن ان ينفذ بمقتضى سنده التنفيذي الصادر في مواجهات مدينه ضد المحلق الايه? ايه? ايه ده? لاحزت حاجة? ان الشخص المحلق الايه? اصبح طرف في الدعوة. وممكن شخص الدائن للمدين يحرك الدعوة ضد الايه? المحلق الايه المبلغ من الاموال. ليه? لان القانون اعتبر الشخص الخلف الخاص طرف الايه? الدعوة. يبقى كده الخلف العام والخلف الخاص يعتبر اطراف الدعوة. يبقى انا كده عرفت طرف الحق في التنفيذ طرفين? طالب التنفيذ والمنفذ ضده. عرفت ان هو الطالب التنفيذي اللي هو الطرف الايجابي والمنفذ ضده اللي هو الطرف الايه السلب. وعرفت شروط لكل واحد منهم. بعد كده بقى هنتكلم على الاشخاص الذين لا يجوز التنفيذ ضدهم. قلتها لما جيت كلمتك عن الطرف السلبي ان الدولة الاجنبية او الدولة الوطنية مينفعش ان انا احجز عليها يعني لو الدولة عليها لها فلوس ينفع ارفع دعوة بالحجز على الدولة او على ممتلكات الدولة اكيد لا طبعا اي عموما اموال عامة لا يجوز الحجز عليها وانا اخدها فيما بعد لما نتكلم على الاموال التي يجوز الحجز عليها والاموال التي لا يجوز الحجز عليها يعني فيه اموال هنعرف ايه هي الاموال اللي ممكن احجز عليها والاموال اللي ما ينفعش ان انا احجز ايه عليها. طيب الاشخاص الذين لا يجوز التنفيذ ضدهم زي مين? الدولة الاجنبية ورؤسائها وممثلوها الدبلوماسيين وكذلك هيئة الامم المتحدة لما لها من حصانة دولية. دول لهم حصنات فبالتالي لا يجوز الحاجز على املكهم نهائي. يعني حتى لو دولة الاجنبية عليها الفلوس او اي هيئة دبلوماسية او اي ممثل دبلوماسي لا يجوز ان انا عليه لان الاشخاص ديات او الدول ديات بيباليها حاجة اسمها حصانة فبالتالي طالما عندهم حصانة ما ينفعش ان ده نحجز عليهم. اتنين الدولة الوطنية والاشخاص الاعتبارية العامة تابعة لها. الدولة واي شخص اعتباري عام يعني اي مثلا مرفق عام تابع للدولة وهو اسمه مرفق عام يبقى حاجة تابعة للدولة. يعني حاجة حكومية. ينفع حجز عليها? لا. يعني مثلا ندي مثال بسيط. المدرسة على ليه فلوس? ينفع ارفع دعوة واحجز على مبنى من مباني المدرسة او واحجز على المدرسة عموما كلها? اكيد لا طبعا. لان دي مرافق عامة وطالما مرفق عام وخاص بالدولة لايجوز الحاجز ايه? عليها. خلي بالك برضه انا قلتلك يعني في الحلقات القادمة ان شاء الله هنتكلم على الاومان التي لايجوز الحاجز عليها. فهنعرفها برضو بالتفصيل. بس هنا بنقول لك ايه هي الاشخاص الذين لايجوز تنفيذ ايه ضدهم? عرفت ان الدول الاجنبية وممثلين الدول الاجنبية وممثل الدبلوماسي وحية الامم المتحدة والدول الوطنية والاشخاص الاعتبارية العامة دولة اشخاص لايجوز ان احنا نحجز ايه عليهم? طيب اهمية اشتراط اهلية الاداء في التنفيذ بنازع الملكية. هو قال لي لازم يكون هناك اهلية اداء في التنفيذ بنازع الملكية. ليه اشترك في شخص اللي انا هرفع ضده دعوة عنده اهلية اسمها اهلية اداء. ليه? هقول له لان نزع الملكية يؤدي الاخراج المين من ملك المنفذ ضده اي التصرف فيه. طالما هاخد منك يبقى لازم ان تكون كامل اهلية. طالما انا هاخد منك هاكتطع منك جزء من اموالك يبقى لازم ان تكون كامل ايه? الاهلية. عشان كان لازم يكون عندك اهلية ايه? الاداء. اثنين. ولذلك اذا تخذ الدائن اجراءات تنفيذ في وما جاية تناقص الاهلية او قادمها كانت ايه باطلة. عشان كده قلت لك لو الدائن قام باجراءات الحجز او التنفيذ على اموال شخص ناقص الاهلية غير مكتمل الاهلية ما عندهوش اهلية الاداء اللي هيحصل في الحالة دي هكون الاجراءات اللي تم كلها اجراءات ايه باطلة. خلي بالك طالما هاخد منك فلوس يعني انت هتتصرف في الفلوس او هتدفع فلوس لازم ان تكون كامل ايه الاهلية. برضو ذكرناها قبل كده لما قلنا بديجي نعمل عقود نكتب عادي مسلا بيع. ماينفعش. التفل الصغير عنده شقة كان ورسها مسلا يوم جاي بايحة وهو في السن ولسه ما تمش سن القانوني. ليه? طالما هيتصرف في شيء ماينفعش انه هو اه يكون نقص الاهلية. لازم عشان تتصرف وهتسيب مال وهتدفع مال وهتسيب حاجة او تنازل عن حاجة لازم ان تكون كامل الاهلية متم السن القانوني عندك اهلية اداء وكذلك غير مصاب بيعارض من عوارض الاهلية. طيب اطرف التنفيذ كان كده كم طرف طرفيه? طالب التنفيذ والمنفذ ايه? ضده. طب اي شخص غير الاتنين دول هيتقال عليهم ايه? يعني طالب التنفيذ اللي هو ليه الحق. المنفذ ضده اللي هو عليه حق. طب اي شخص اخر هيتقال عليه ايه? الغير. اي شخص غير الترفين انتوا عند دعوة اسمهم ايه? الغير. يبقى اذا مين هو الغير? الغير هو اي شخص عدد طرف الايجابي والطرف الايه السلبي. يبقى هنقول له كده الغير هما الليس طرفا في اجراءات التنفيذ? ملوش علاقة باجراءات التنفيذ. ان كل شخص على الطرف الايجابي والطرف السلبي يعتبر من الايه الغير? اي شخص من الاطراف دول يعتبر من الايه من الغير? اي شخص غيرهم? طيب شروط اعتبار الشخص من الغير في مجال التنفيذ. بس تعالى برضو. انا عشان اقول عليك ان انت من الغير هناك شروط. انا مش اي شخص اقول عليه انه هو من الغير وخلاص. لا. ده فيه شروط معينة واجب توفرها في شخص الغير ده. عشان اقول عليه انه مالوش علاقة بالدعوة. لاني خلي بالك. لو مسلا افترضنا الدعوة بيني وبينك. ولما تحكم عليك في واحد جارك انضر من الحكم. او في واحد تبعك او تبعي استفاد من الحكم. يبقى هل اللي استفادوا انضر الطرف ولا مش طرف طرف يبقى ينفع قول عليهم غير? لا. يعني ما لا صح. انا عشان اقول عليك من الغير لا تستفيد ولا تنضر من الحكم. يعني ما يكونش ليك علاقة بالحكم. يعني الحكم صدر ليا لك انت الشخص التاني ده مش مستفيد حاجة ولا مضرور. يبقى ده اسمه غير. انما الحكم صدر لك او ليه. والشخص التاني عاد عليه الضرر او نفع. لا يبقى ده اصبح ايه طرف معانا في الدعوة. يبقى مش ينفع اقول عليه غير. يبقى الغير هو اي شخص على الضرف الايجابي والطرف سالبيه. بس المهم ما يعدش عليه من الحكم اللي صادر ضدي او ضدك لا نفع ولا ضع. تعال بقى نعرف شروط واحد. قال لا يكون الشخص ميسلا في الخصومة ولا ممثلا فيها ولا يكون خلاف اللي احد اطرفها. اما هاجة انت ما كنش اسمك مذكور في الخصومة. مع الشخص الغير دوت لو اسم مذكور في الخصومة يبقى طرف. كذلك ما يكونش خلاف اللي احد اطرفها سواء الخلاف العام او الخلاف الايه الخاص. ما انت خلاف عام او خلاف خاص يبقى انت طرف. صح? احنا قلناها من شوية. دول يعتبروا اطراف في الدعوة. انها من اهم حاجة عشان اقول ان الشخص دوت من الغير. يعني شخص مثلا الوارث. ينفع اقول عليه ده غير? لا طبعا الوارث مش غير. الوارث ده طرف في الدعوة. لان دوت خلاف عام واحنا قلنا خلاف العام يعتبر طرف الايه? الدعوة. اتنين. قال لك قال لك ان قال لك تتعلق لهم مصطحة شخصية بموضوع الحق المراد اكتدقه ولا يعود عليه من اجراء التنفيذ نفع ولا ضرر. اتنين اهم حاجة ما يكونش لك مصلحة من الدعوة. لو انت لك مصلحة من الدعوة يبقى انت مش غير يبقى انت طرف في الدعوة. كذلك لو عاد عليك نفع او عاد عليك ضرر يبقى انت برضو طرف في الدعوة. انا اهم حاجة لا يعود علي نفع ولا يعود علي ايه? ضرر. لو عاد علي نفع او ضرر يبقى انا اصبحت طرف مش مش غير. تالتة ان يكون من واجبه الاشتراك في تنفيذ السند التنفيذي وذلك بسبب صفته او وظيفته او علاقته بالخصوم. يكون من واجب بتاعه الاشتراك في تنفيذ السند التنفيذي وذلك بسبب الصفة بتاعته او وظيفته او علاقته بالخصوم. بتعال نفهمها بقى كويس. هو الشخص حارس الاشياء المحجوزة. الحارس. بس الحارس غير المدين. الحارس غير المدين يعني اي حارس اخر المحكمة بتحدده وما روش علاقة بالمدينة. هل الحارس هنا الطرف في الدعوة? لا. واحد يقول لي بس ازاي? هيحرس العربية او هيحرس على الحاجة اللي احنا ايه? حجزينها. ايوة. بس هلا هيعود عليه من الحجز او من التنفيذ على اي يام ما يكونوا طرف الاجابة والطرف السلبي. هيعود عليه نافع على ضرر? لا. واحد يقول لي بس هياخد اجر. ايوة الاجر دوت سواء حكم القاضي ليك او حكم ليه. ما هو كده كده الحارس هياخد اجر. وظيفته ان هو حارس. وليس طرف. سواء انت استفدت او انضريت او انا استفدت او انضريت. هو كده كده في الحالتين هياخد ايه? الاجر بتاعه. فهو مش طرف. هو مش طرف في الدعوة. هو بيقضي وظيفة معينة. فبتالي هيتقال عليه ان هو ايه? من الغير. اذا حارس الاشياء المحجوزة اللي هو غير المدين يعتبر من ايه? من الغير. ماروش علاقة بالدعوة. صح كده? الخبير مثلا مسمن. هل الخبير طرف في الدعوة? برضو مش طرف. هو لا هيعود عليه نفع ولا ضرر. هو هيجي يقول رأيه في مسألة معينة. او هيجي يقدر لنا كيمة شيء معين عشان نشوفها نبيعه ازاي في المزاد العالمي. هل هنا يعتبر الخبير طرف? برضو لا. ده يعتبر من الايه? من الغير. طيب. يبقى كده انا عشان اقول عليك من الغير. ما تكونش ليك علاقة بالدعوة. ما يعودش عليك نفع ولا ايه? ولا ضرر. ممكن يكون من واجب بتاعك الاشتراك في التنفيذ. اللي هو مسألة عن طريق اللي هو انت تكون حارس. فبالتالي انت يعتبر من الغير. يبقى الغير هو اي شخص على طرف الايجاب والطرف السلبي. واما حاجة ما يعودش علينا في حوالة ايه? ولا ضرر. طيب. شروط التنفيذ في مواجهة الغير. هو انا ممكن انفس في مواجهة الغير بقى? اه. في بعض الاحيان ممكن انفس في مواجهة الغير. وهتقول لي بس ثواني. الغير دوت مالوش علاقة بالدعوة. هتنفس ضده ازاي? في دعوة ذكرناها قبل كده اسمها حجز مال المدينة ده الغير. بحجز على اموال المدينة اللي موجودة عند الغير. انت انا الحاجز ليه فلوس. وانت المحجوز عليه? عليك فلوس ليه? وانت سايب فلوس بتاعتك عند واحد تالت. انا هرفع دعوة اسمها حجز مال المدينة ده الغير. هحجز على اموالك اللي موجودة عند الغير. ينفى هحجز على الغير? اه. وانا مش هحجز على اموال الغير. انا هحجز على اموال المدين اللي موجودة عند الغير. يبقى تعالى نقولها شروط تنفيذ فماجات الغير ان يصبك هذا التنفيذ اعلان المدين بالعزم عليه قبل اجراؤه بسامنة ايام على الاقل. يعني انا برضو هبلغ المدين خلي بالك انا روح احجز على الاموال بتاعتك اللي موجودة عند الغير. ببلغه قبل هم كم يوم? بتمنت يام. بحيث ان هو لو قدر يتصرف الفلوس قبل ما روح احجز على اموال الموجودة عند الغير واعمل له شوشرة فيدفع الفلوس. يعني انا انا اعتبر بتدينه فترة سماح. يا مدين لو ما دفعتش الفلوس اللي عليك انا هروح احجز على اموالك اللي موجودة عند الغير. نبهت هو. طب بنبهه قبلها بقدر ايه? تمنت يام. قدر يتصرف الفلوس في خلال التمنت يام. خلاص كان بها والموضوع خلص. ما اقدرش فانا هرفع الدعوة وهاخد حقي من الغير. طبعا انا مش اخد حقي من الغير. يعني مش الغير ولا مسددلي الفلوس. لا طبعا. الغير لما بيدين الفلوس هي مش فلوسه اصلا. دي فلوس المدين صح كده? دي فلوس المدين اللي سيبه عند الغير. طيب. الشروط الواجب توفره في الحق الموضوعي الذي يج видите التنفيذ الإجتداء. دعلا بقى. الحق الموضوعي اللي هيجüler التنفيذ الإجتدا. انا ليه عندك حق صح. فيه شروط واجب توفرها في الحق بتاعي. مش انا ليه عندك حق? انا ليه عندك حاجة معينة صح? الحاجة اللي لايه عندك دي? فيه ثلاث شروط لازمة أن يكونوا موجودين فيها. واحد أن يكون هذا الحق محقق الوجود. اثنين أن يكون هذا الحق معين المقدار. تلاتة أن يكون هذا الحق حال الأداء. هنقولهم باليعني الأول كده نشرحهم بشكل عام و بعد كده نكرقهم على الشاشة. اولا أن يكون هذا الحق محقق الوجود. يعني ايه؟ لازم يكون حق موجود بالفعل. مش هيبقى موجود. لا. الحق موجود ولا مش موجود? ليه حق حاليا ولا الحق معلق لا انا ليه الحق بالفعل حاليا. يعني انا مسلا ليه عندك شقة ليه عندك ارض حق موجودة هو صح? انما مسلا تقول لي انا هبني العمارة بعد بصبها معلقة. بعد ما ابني العمارة هديك شقة بعد ما ابني العمارة مثلا بعد خمس سنين هبديك الشقة. تمام? هنا قال ينفع ارفع دعوة دولة تقول لنا ليه عند الراجل ده وتشقة? لا طبعا لان هنا الحق بتاعي لسه معلق. احنا قيلين بعد او مسلا واحد يقول لي انا هديك مثلا موبايل لو لو فريق معين فاز. حلو? هل الحق دولة تأصدح موجود? يعني ينفع ارفع دعوة اقول لنا انا عايز الموبايل هو لسه اصلا الحق بتاعي معلق على شرط. هل الشرط حصل? ولا ما حصلش? طب هل اصلا معادي الشرط يجيه ولا لا? يعني هل الماتش تلعب ولا ما تلعبش? تلعب الماتش? طب الفريق اللي هو كان قال لي لو فاز. هل فاز ولا ما فاز? يبقى كده الحق معلق. يبقى منفعش اطالب بحق. اقول ده حقي. لا انا عشان اقول ده حقي لازم ان يكون الحق محقق الوجودة. حاجة موجودة بالفعل ولهي حق بالفعل. اتنين. ان يكون هذا الحق معين المقدار. اولا برفع دعوة. اطالب بجميع اموالك ولا الفلوس بتاعتي بس. انا عايز حقي بس. يعني انا ليه عندك مئة الف. وانت عندك ارض وشقة وعربية. هل انا هاحكز على الارض والشقة العربية وبيعهم كلهم. واخد في رسم كلهم. لا طبعا. انا برفع دعوة طالب بالمبلغ بتاعي بس. اللي هي مئة الف. بنا ارفع دعوة طالب بالمئة الف فقط لغير. حتى لو حاجزنا على الارض والشقة العربية. بنفضل نبيع لغاية ما نوصل المبلغ اللي ليه زيد مصاريف الدعوة. وبعد كده نعمل حاجة اسمها كفة عن البيع. يعني هوقف البيع. هنوقفه ليه? طالما انا جبت المبلغ اللي انا عايزه اللي هو المبلغ بتاعي اللي هو مبلغ الدين. يبقى كده خلاص مش هنكمل مش هنكمل باقي البيع. كده الموضوع انتهى. انا خدت حقي. فطبعا عشان اتبقى عارف حقيقة دي. يبقى لازم ان يكون حق معين المقدار. عشان اتبقى عارف انا هكف البيع امتى. يعني هنوقف بيع امتى ومش هنكمل باقي البيع. يبقى لازم ان يكون الحق بتاعي معين ايه المقدار. التالتة بقى ان يكون حال الاداء. هو ينفع. انا ليه حق عندك في الفين تلاتة وعشرين. ينفع ارفع دعوة دلوقتي. واقول انا ليه عنده حق? انا عايز فلوسي حالا? لا. انا معاد الاستحقاك لسه ما جايش. لما يبقى يجي معاد الاستحقاك ابا حرك الدعوة اقول الراجل ما سددهش فلوسي. انما انت متفق ان انت هتسددلي الفلوس في الفين تلاتة وعشرين. ينفع انا روح جايي رافعليك دعوة ولا تقول السنة ليه عنده حق? لا طبعا. الى الان اه ليه حق. بس ما عاد استحقاق الحق ما جايش. يبقى لازم ان يكون حال الاداء يعني جاء ما عاد استحقاقه. يبقى دي تلت شروط واجب توفره في الحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ ايه لاكتداهم. تلت شروط مهمين. ان يكون محقق الوجود. ان يكون معين المقدار. ان يكون حال الاداء. طب تعالى بقى نقولهم بقى بالتفصيل. اولا ان يكون الحق محقق الوجود. اي ان يكون وجود الحق مؤكد وحالا. فاذا كان الحق معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد. او كان الحق المقرر في السنة حقا مؤقتا غير نائي. او كان حقا احتماليا. زي ما قلت لك مسلا ماتش كورة. باحتمال واحتمال. احتمال فريفوز واحتمال ما يفوز. فانه لا يكون محقق الوجود في هذه الايه? الحالات. في التانية. ان يكون الحق معين المقدار. ينبغى ان يكون محل الحق الوارد في السنة التنفيذي معين المقدار. لان الدائن يقتضي بالتنفيذ حقه فقط. لا اكتر من ذلك. والمدين يكون بالوفاء بهذا المقدار فقط. انا قلت لك هو انت هتاخد اكتر من حقك? لا انا ليه حق معين? يبقى انا ارفع دعوة واقتضي الحق بتاعي فقط لا غير. عشان كده لازم ان يكون حقي معين المقدار. ادي ايه بالزبط? اللي بعدها ان التنفيذ بطريق الحجز يقتضي بيع اموال المدين بقدر ما يكفي لتنفيذ التزامه. ويجب على المحضر ان يكف عن البيع اذا وصل الناتج البيع الى الحد الكافي لادا حق الايه? ادائن. انا قلت لك انا هحجز على املاكك عشان انت عليك لها فلوس. حجزت على الشقة والارض والعربية. انا لها ميت الف. بيعت العربية جابت خمسين. بيعت الشقة جابت مثلا ميتين. يبقى كده بقى معانا ميتين وخمسين. انا ليه مية? هاخد مية والباقي الفلوس هترجع لك ومش هنبيع باقي الحاجة. يعني لو فيه ارض ولا حاجات تانية احنا هجزها مش هنبيعها. ليه? هنكفي عن البيع. طرح ما انا وصلت للمبلغ بتاعي اللي انا عايزه يبقى كده مش هنكمل باقي البيع. هو مش المقصود من الحاجز ان انا هبيع كل اموال المدين. اخلص على امواله كلها. لا طبعا انا بفضل ابيع لغاية ما نوصل للمبلغ بتاع الدين. اول ما اوصل للمبلغ الدين كده الموضوع ايه انتهى. يبقى المحضر لازم يكف عن البيع يعني يوقف الايه? البيع. طيب. طرق تعيين مقدار الحق. ازاي بنعين مقدار الحق? حق ادي ايه? واحد. تلات حاجات كده مهمين جدا واحد. ازا كان محل الحق نقود واجب ان يكون مبلغ ايه? معلومة. اهوانا ينفع راح اقول المحكمة. احجزيلي على امار الشخص ذات عشان عليلي عليلي ايا شوية فلوس. احجز اسمها شوية فلوس. هو عليه كام? يبقى لازم ان يكون مبلغ معين. يبقى لو معين بنقود لازم نروح لهم المبلغ كام بالزبط. يعني انا انت اخدت مني مثلا صلفة عشرين الف وما رجعتهمش. هرفع دعوة اقول انا ليه عند الشخص عشرين الف. انما انفع هرفع دعوة اقول المحكمة. ده اخدت مني فلوس انا عايز فلوسي تقول لي كاما او لا ما اعرفش هو شوية فلوس وخلاص. لا طبعا يبقى لازم ان يكون المبلغ ده معين. معروف هو دي. يبقى كده لو معين بنقود معروف برضو بالنقود. اتنين. اذا كان الشيء منقول واجب ان يكون معين بنوعه ومقداره او معينا بذاته. خلي بالك. احنا برضو فررنا بلا كاما بين منقول وعقار. المنقول الحاجة اللي بتنتقل من مكان الى اخر. العقار الحاجة السبتة. اللي بنتقل من مكان الاخر زي العربية مثلا. اما العقار اللي هو الحاجة السبتة زي الشقة وزي الارض وزي العمارة دي اسمها ايه? عقار. طب انا ليه عندك منقول? مينفعش اروح اقول لي المحكمة? انا ليه عنده عربية واسكت? ايوا عربية ايه? نوحة ايه? ليك عندك ماشي? عربية. عربية موديل كزا. ما قلتش او قلت مسلا عربية نوحة كزا. ايوا بس يوم دي الايه? انا ممكن انه طبعا احدده معين بالنوع ومعين بالايه? بالذات. زي ما هنتكلم عنها في مادة القانون المدني? في حاجة اسمها معين بالنوع ومعين بالذات. بص عشان مردون بفاهمينها. معين بالنوع نوع ايه واسكت? يعني بس انا ليه عندك نوع موبايل معين? بس الموبايل ده فيه فئة كتير. فيه الغالي وفيه منه الرخيص صح? فيبانا لو قلت لك انا عايز نوع موبايل معين وذكرت اسم الموبايل? واسكتنا. تم فيه خمسين موبايل من نفس النوع ده. انا واحد فيهم. يبقى اسمه معين بالنوع. انما لما اقول لك معين بالذات. انا قلت نوع الموبايل ومواصفاته. موبايل كزا الشاشة بتاعته كزا حجمه كزا اللون بتاعه كزا المساحة الكاميرا كل حاجة. بقول التفاصيل اللي في الموبايل. فلو فيه خمسين موبايل قدامي هقدر اطلعهم من قلب الخمسين. يبقى اسمه معين بالذات. يبقى بص بالذات لما تلاقيني قلت تفاصيل الشيء بالزبط. اما النوع لما اذكر النوع واسكت. وما اقولش التفاصيل. صح كده? فإيه? لما اروح للمحكمة ماينفعش اقول انا ليه? انا مواصف اليمكن اقول لك ما عندو عربية نوعة كزا. ماشي ما اكيد ما عندوش مسلا غير العربية دي. انما اينفع اقول انا ليه عندو مثلا عربية وسكت? ايوة النوع ايه? طبع الراجل عنده تلات اربع عربيات. انا عربية فيهم. يبقى لازم انا حدد له نوع العربية بالزبط. اقول له بقى احددها من حيث المقدار من حيث التحديد اللي هو بالذات او اللي هو ايه الشيء تحديد الشيء بالنوع او بالذات. يبقى لازم اقول له نوع ايه او بالذات بقول التفاصيل بتاع الشيء. يبقى دي رقم اثنين. اذا كان الشيء منكولا واجب ان يكون معينة بنوعه ومقداره او معينة بايه بذاته. التالتة اذا كان عقار واجب ان يكون معينة بان يتضمن السنة التنفيذي وصفا تفسليا لهم. انا ليه عنده شقة? تم الراجل دوت عنده شقة كتير وفي اماكن كتير. انت ليك عنده شقة فين بالزبط? يبقى لازم انا اقول مواصفات العقار. انا ليه عنده شقة في منطقة كزا في محافظة كزا في شريع كزا في الدور كام. اه تفاصيل الشقة بالزبط. انا ما انفع اروح اقول للمحكمة. انا ليه عند الشخص زوت? شقة واسكت? ايوة شقة ايه? موجودة فين? مواصفاتها ايه? ما الراجل اللي انت بتتهمه ده? عنده عنده عمير كتير وعنده شقة كتير. انت عايز اني شقة? وانت بتنزع على اني شقة? يبقى لازم انا روح اقول التفاصيل بالزبط بتاعت الحاجة اللي انا عايزها. يبقى دية طرق تعيين مقدار الايه? الحق. طيب. التالية اللي هو ان يكون الحق حال ايه التالتة اللي هو ان يكون الحق حال الاداء. حال الاداء اللي نرتلك عليها جاء معادل الاستحقاق. يكون الحق حال الاداء اذا كان اداءه غير مؤجل اي غير مرتب نفاذه على امر في المستقبل. يجب ان يكون الحق غير مضاف الى اجل لان مطالبة المدين بالوفاء بالحق واجباره على هذا الوفاء لا يكون الا اذا كان حق الداء مستحق الايه? الاداء. يعني جاء معادل استحقاق. انما لو ما جاش معادل استحقاق ما ينفعش ارفع الدعوة يعني انا معادل استحقاك بتاع بعد سنة هرفع الدعوة النهاردة ازاي? انا عشان ارفع الدعوة لازم ان يكون معادل استحقاك ايه جه? يبقى حالي الاداء معادل استحقاك للشيء بقى الايام دين خلاص هحرك الدعوة. طيب. خش عالموضوع جديد بقى اسمه السند التنفيذي. انا عشان احجز عليك لازم يكون انا عشان احجز العليك لازم يكون معي سند تنفيذي. َاي هالفكرة بتاعت السند التنفيذي؟ تعتبر فكرة سند التنفيذي من اهم الافكار الاسئ mmd في التنفيذي الجبري. فلا يمكن اجراء دي بقى المهمة فلا يمكن اجراء التنفيذ이 الجبري لاقتضاقي الحق ما لم يوجد سنة تنفيذي. انا عشان احجز عليك لازم يكون معي سند ايه تنفيذي? لو مش معي السند التنفيذي مش هينفى احجز عليك. هنذكرها ان شاءالله في الحلقات القادمة ان السندات التنفيذية عندي خمس سندات وهنعرفهم بالتفصيل ولكن احنا كده الحلقة بتاعتنا انتهت والى اللي كان اخر في حلقات قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته